صباح النشاط على كله بيتفرجوا علينا النهاردة فقرة جديدة من فقرتكم اليومية بتاعت الرياضة عندنا النهاردة موضوع مهم جداً هنتكلم على مرض السكر وممكن نعالجه ازاي من خلال الرياضة للأطفال صباح الفل يا كوش صباح نصلي يا فرح الانظار عمهين الحمد لله قولنا بقى احنا الرياضة يعني شيء اساسي في حياتنا وممكن احنا نتفادى امراض كتيرة بتنتج لو ما فيش رياضة نظبوط طيب احنا امرض السكر جزء كبير منه اكله جزء كبير منه رياضة اه ده حقيقي هو الفكرة بس يا فرح اه في الاول لازم نخلي بدنا ان احنا موضوع السكر للأطفال ده هو موضوع كبير جداً ومهم جداً مهمة قوي عندنا ان احنا يعني بعد الشر على كل اولادنا يعني ان احنا نعرف ان دوت مش بعيد عن كل الأطفال اي حد بندى اولادنا ان بعايزين نكافئهم بندى نقول لها ما هنجيبلكو سويت مش عارف كذا الحلويات ما هي دي ودي شكل دي شكل المكافئة بتاعتنا دي امكن مشكلة ما هي ثقافة يعني احنا متعودين حتى ده ايه خونسط ده لازم 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 يتغير يعني المكافئة بتبقى بالشكل ده حتى وانا صغيرة كان الحلويات في اي وقت متاحة بيكتب قول كيف ايه يا فرح بيقولولك ايه مثلاً عمد حاية كويس هتعملي ايه حلت محشي يعني انا محشي حلت محشي حلت محشي حلت محشي حلت محشي حلت محشي رياضة هي فعلاً زي ما فرح ما بتقول بيبقى فيه طرق مهينة الواحد يكافئ بيها اولاده المهم ان احنا نركز ان احنا نغير الكونسط ده لانه الكونسط دوت هو اللي هيأثر علينا بعد كده في المشاكل الصحية بفيه كنترول على اقل يعني ميفش في اي وقت المجوار يعني خليها نخلي المكافئة ديت اللي بتحصل لأولاد ديت ان احنا هنروح نادي نعمل كذا او ان احنا هنقعد نلعب مع بعض لعبة معينة خليها فلوس عربية اي حاجة بتاخنش او اي حاجة مظهر ومشتاز يكون تخين اصلاً فيبقى ممكن يجيله السكر لا هي الفكرة انه ممكن يكون رفايع بس انت بتديله كمية سكرات عالية او الاكتيفتي بتاعت القليلة فبالتالي هو معرض لدول بعد الشر الناس اللي عندها سكر دي بيتكسف يقول للمدرب ان هم عندهم سكر بيخافوا ان هم هيعملوا ده ده مهم جدا انه هنرجع للدكتور الاول نسأله اذا كان فيه امكانية ان احنا نتمرن ولا لك رقم واحد رقم اثنين ان احنا لما نروح للمدرب او للشخص اللي بيمرنا ايا ان كانت الرياضة ايه ان احنا مريدين عندنا مشكلة في واحد اثنين ثلاثة علشان هو يبقى عارف الكيس بتاعته ايه رقم ثلاثة ان احنا لازم بنعمل تاست للناس الاطفال اللي عندهم سكر بالذات نبقى عارفين السكر بتاعهم قليل زيادة علشان لو قليل ما نقدرش نتمرل ان احنا هنحرق سكر اكتر والتمرين ده على فكرة يعني ده مميزات كتير يعني هو هيعمل كنترول للسكر بتاع الجسم كمان بيخلي استيعاب الجسم من الانسولين اللي بياخدوا الطب احسن بكتير فعا تلاقي الدكتور بالنسبة كبيرة جدا بيقلل الجرعة بتاعت الانسولين على بمناسبة يعني بالنسبة للانثيبتي اللي بدأت وبيأكد على الرياضة والحرفة يعني اكيد ده غد ما بتنمي بقى يعني صفات كتيرة جدا وسخة بالنفس عالية جدا بالنسبة للاطفال ويتخليهم يتعاملوا مع الكمانات اللي حواليهم والمجتمع اللي حواليهم من غير ما يحسوا ان في عندهم مشكلة ان هي فعاليا مش مشكلة كل الناس معرضة لده بس يعني لازم نطلع نفسنا من دوت ونبدأ نركز اكتر من احنا مليون في المية طبعا مليون في المية بس هل مثلا النوع التمرين نفسه مختلف لو انت مرة احنا نعمل تمرين بسيطة لان السن الصغير دوت بيقى محتاج يبقى يعمل اكتيفيتي كتيرة يبقى فيها تنفيطه في نفس الوقت بقى بسيطة من غير اوزام كتيرة من تحت 16 سنة السن دوت هيبقى مثلا من خمس سنين لحد 12 سنة تقريبا فنقدر نعمل تمرين اول تمرين عندنا يقدروا يعملوه الكبار والصغيرين برضو اسمه البربيز هنجزقوا بس للاطفال على ستة حركات فهنزل اول حاجة يلا بينا يلا بينا انا مستعدة هننزل الاول هنا هنحط ايدينا هنا ورجلنا ما بين ايدينا كده الخطوة الاولى واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ايدي فوق ستة واحد تاني من الاول يلا حلو انو انا برضو طفلة يعني ثلاثة اربعة خمسة ستة وايدي فوق عدة كمان بيربيز بيتمرن المصز بتاعة الجسم كله من اهم التمرين اللي ممكن نعملها فيه تمرين تاني بيشغل عضلات البطن ومسل جدا ومسل جدا ومسل بالنسبة لأطفال البيربيز بيتمرن ايه بالظبط كل عضلات الجسم بحقيق فيه تمرين تاني اسمه الماونتين كلايمبينج دوت للكور مصل لعضلات البطن فهننزل هنا هنسبت في الفلانك او الهاي فلانك وحدد رجبتي لحد صدري برجع تاني بغير الرجل ولا هيا نقص الله بطا بادل بكملي بكملي هي فرح متعودة ان احنا بعد ما بتخلص التمليل بعد ما بتخلص التصوير بتاعنا بافضل انا بتعزده انت بتشوفه بس خمس عشر عدد احنا عايزين منكم تعملوا خمستاشر عدد ثلاث مرات كل يوم وفرح هتكمل معانا بقية اليوم تلتمية وخمسين عدد اه صح صباح الفل صباح الفل عليكم